قامت تنصيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتواصل مع داستين فيتالي ناجل السيدة الأمريكية جلوريا التي أصيبت بالسرطان وأعربت لابنها عن رغبتها في زيارة مصر ورؤية معالمها السياحية مما اضطره للعمل الإضافي في طهي وبيع الوجبات الغذائية لتحقيق حلم والدته أكدت التنصيقية أنها ستكون في انتظارهم فور وصولهم إلى المطار حيث تم إعداد برنامج سياحي متكامل يليق بحلم هذه السيدة التي اختارت أن تزور مصر مهد الحضارة